مشاهدينا في فقرتنا هذه معي الأستاذ عبد الرحمن القديري رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية وحديث عما تحقق هذه الجمعية من نجاح غير مسبوق في تاريخ العمل التعاوني صافي أرباح تجاوز 6.2 مليون دينار يعني نقدر نقول أنه لأول مرة يحصل هذا الموضوع حياك الله معي أستاذ عبد الرحمن ومبروك على هذا النجاح سوف نتكلم عن هذا النجاح التي حققتها جمعية مشرف صافي الأرباح هذا الرائع يعني شلون قدرتوا تحققونا طبعا أولا أشكركم على الاستضافة هذا بفضل وضع هداف خطط خصيرة المدى سنوية ومتوسطة نقول ثلاثة إلى خمس سنوات طبعا أنت تحط الهدف وتحط مثل ما يقولون أدواتك عشان توصل لهذا الهدف طبعا بمشرف من 2010 إلى 2011 وضعت خطة ومستمرين عليه المجالس المتعاقبة لين وصلت إلى هذا الرغم اللي نشوفه اليوم طبعا ما تجذب الزمون أو ما تعدد مداخلك ومواردك هذا يجب لها عمل كثير عمل إداري ومالي وتسويقي الحمد لله نقدرنا بفضل المجموعة المتجانسة الموجودة بفضل العاملين الجامعية نحن دائما نسمع أن هناك خلافات في مجلس الإدارة الجمعيات والأمور لكن إذا كان فريق عمل متجانس فعلا ممكن يحقق رقم مثل هذا هو في النهاية إذا الشباب الموجودين طبعا أبناء المنطقة في النهاية والناس انتخبوهم عشان يحافظون على أموالهم سابقا إذا كان في خلاف يرجع على الجمعية وأداءها وعلى الناس وعلى منطقة كلها لكن الحمد لله مشرف من فترة طويلة متجانسة والعاملين في الجمعية الدون والإدارة التنفيذية إضافة لذلك الدعم المحدود من المساهمين جميل أيضا بارك لك حصولك على درع ريادة العمل التعاوني الله يبارك بك هذا العام الماضي العام الماضي لأن العام الماضي كان فيه تكريم رسمي من وزارة شؤون كنا نشكرهم عليه والقائمين عليه ويجعل الموضوع من تنافس نفس ما تصير بين الجهات الشركات أو البنوك أو الجرائد أو حتى القنوات لكن في السنة هذه للأسف لا كان في هذا الموضوع نعم ويجعل الناس مثل ما أقول تساءل من السن الأول من الأفضل لأن كل واحد يمكن يصرح ويقول أنه أعلى مبيعات أنا أعلى مبيعات صحيح إذا الوزارة ما أعلنت على الأسف معارفة تصل إلى النتيجة لكن الوزارة لا يكون شيء رسمي يحدد للناس أفضل لكن هذا ليس أول مرة أنتم تحصلون على هذا الرقم القياسي في السابق أيضا حصلتوا على رقم أعلى المبيعات أو أعلى الأرباح الأرباح من 2014 كان الأمر واضح وجليل للناس في جمعيات أخرى تكون فيها الكثافة السكانية الكثافة تكون مبيعات عالية لكن ممكن تكون مبيعاتك عالية لكن مربحان أو أرباحك قليلة فيها سوء إدار لكن تكون متوازنة بين المبيعات وأرباح سنتكلم أكثر عن مبيعات الجمعية صافي الأرباح توزيعات على المساهمين كم وزعتهم؟ توزيعات المساهمين هي 10% وهذا السقف محدده وزارة الشرون صحيح الأعلى هذا لا سلبيات ولا إيجابيات الناس طبعا تتسالد تقول لهم الفلوس موجودة بدل ما هي وداععة أو في البنوك ممكن توزعها على المساهمين هذا رأي لكن هناك رأي ثاني أنت لديك فائض أرباح ممكن تستغله في بنوك جمعية مشرف استغلت الفائض الأرباح في سنة 2015 استغلت في 2016 في إقامة عروض وسلات مخفضة المساهمين بقيمة 900 ألف دينار وزعنا تقريبا 30 مهرجان من مهرجانة الغذائية والتجميل والعطور نعم والمهرجان رمضان وغيره طبعا عندنا شيء يتميز في اسمه السلة السلة هذه عبارة عن مواد فيها سواء غذائية أو غيرها بسعر مخفض نبيعها بدينار سلة رمضانية قيمة الأغراض هي 50 دينار مبيعها في موسم رمضان دينار دينار للمساهمين فقط للمساهمين نعم لدينا سلتين مدرسة بالكورسين وسلة رمضان ودينا شيء يسمى سلتين سلة المدرسة خاصة بالطلبة طلبة يعني قصدك مكتبة والأمور هذه يعني ممكن تتأخذ السلة مجرد تشتري الجنطة للطفل وهي جاهزة أعلى المركات ومشارات جيدة ودينا سلة شتوية لدينا بعض المواد الغذائية خاصة وعندنا سلة البار أيضا نحط مواد خاصة حق موسم البار والأشتوية نعم يعني مغطين احتياجات أهل المنطقة طول السنة بطريقة أخرى بدأنا نوزع الأرباح دخلنا بطريقة ثانية ما كثير مهم هذا الموضوع في نظرك أن الجمعية تقيم مثل هذه الأنشطة والمهرجانة هذا شغلات كثيرة وتوفر على رب الأسرة مبالغ كثيرة يعني أنا لما أقول السلات قيمتهم كلنا 300 دينار ودافع 5 دينار ووفرت عليه مبلغ كبير كأنها أرباح بطريقة أخرى بشكل عام أنت فعلا تشوف أن إقامة المهرجانات هذه أفضل من الأرباح النقدية ممكن الناس يختلفون في رأيهم هناك ناس تقول لك أنا بي فلوسي من كاش واشتري لي ما تفرض علي أنت شيء معين وفي ناس تقول لك أنت مغطين كل شيء والمهرجانات طبعا نحن عند نوع نوع خاص بالمساهمين ونوع لكل رواد الجمعية صحيح وين نصل هذا الموضوع طبعا في شهر 5 2016 سادة ومخصصات العمرة الوزارة 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 في شهر 8 ألغت العمرة طبعا مقابلتنا مع المسؤولين أنا شخصيا قابلت المسؤولين وفي الوزارة رأيهم أنه في تجاوزات وهذا كلم صحيح في جمعية جمعتين خمس يتجاوزون لكننا ستين جمعية لا يكون ذنبات جمعات المساهمين نعم لا يكون ذنبات لكنه قرار يتأخذوه الآن قبل أسبوع سمعنا أن هناك حكم درجة ولا أحد موضوع عند القضاء حاليا فمنتظار نهاية الحكم الاستنافة ودرجات التغاضي هل هناك عراقي الأستاذ فعلا نقول تقف ضد النجاح هذا النشاط التعاوني بالكويت والله كثيرة طبعا نقول بصيغة و بأخرى كل الناس اللي لهم استفادة يعرقون الموضوع هذا عشان يستفيد من ناحية عراك شركات أو تجارة أو أفراد نعم لأن المبيعات المفهولة التي تبيعها على الجمعيات في 2015 850 مليون دينار بايع على الجمعيات أنا أستوى الكويت هذا منفذ بيع يمكن أن يستغل و يستفيد منه لأن في النهاية الجمعيات تفرض عليهم أسعار معينة تفرض أمور معينة على التجار صحيح يجب أن يكون حر في أسعار وغيره و يفتح للمجال هذا لكن لا يستطيع عرق العملية التعاونية خذف الوزارة أو لا أدروس دعنا نقول صحيح لا أدروس فأنتمنى على المسؤول أن يتنسون الأمر ميداني أو على أصحاب الإختصاص المجدين في الجمعيات قبل أن يصدر أي قرار لأن القرارات إذا كانت من وراء المكاتب وهم معايشين لأمر واقع ستأثر على الجمعيات و في النهاية هذه أموال مساهمة نعم يعني هم خسرانين من الحالتين جميل لو انتقلنا لارتفاع الأسعار و نقول تباين الأسعار بين جمعية و جمعية من يتحكم في هذا الموضوع هل هو التاجر أم مجلس الإدارة بالجمعية هذه فيها قوة التفاوض و مجالس الإدارة تختلف يعني التاجر الجمعية التي فيها مبيعات كبيرة ممكن يضحي بجزء من أرباحها على الكمية التي سيبيعها لكن فيها مبيعات صغيرة لا يمكن يضحي و لا ينزل بسعر لذلك نجد اختلاف نجد اختلاف مرات يكون من التاجر و مرات يكون الجمعية دعم مثل ما قلت نجد 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 من فلوس الجمعية مرات بعض الشركات لديها أصناف كثيرة يجعل الجمعية تختارها في عام 2003 يكون ميزة فيها مع الكويت كالها الناس لا يمكن أن ترخص وهنا أغلى أو في اتفاق في النهاية و فعلا الناس تلاحظ و تصور و تنشر في وسائل الواصل أنه في المنتج المنتج بهذا السعر و في المنتج الأخرى هو أغلى أو أرخاص هل تابعون هذه الأخبار تحرصون نحن نفس معنا رقم واتسب على طول الناس و أي شيء يصور نجد و ثلاث و إلا نتواصل معنا سواء بما في الموضوع أو بما في الحضر و حضر الذين دارنا أو يرى يجب أن نرى الناس في المنطقة دائماً يعطوننا أغير مناهزة ونحن نشرف نتميز أن لديهم زيادة على جمعيتهم فلا يحب أن أحد يحسن منهم وهذا يدفع لنا لنجاح زيادة صراحة منافسة قوية هناك مناطق حواليكم جمعياتها أيضاً مميزة لكن أنتم ماشاء الله سنة حققتوا الرقم الأفضل جميل أيضاً هناك قرارات الوزارات الأخرى تؤثر على الجمعيات مثل قرار ارتفاع السعار الماء والكهرباء لأي مدى ستؤثر عليكم هذا القرار في بداية القرار اللي اتخذ العام كان الرقم مهول والرقم مخيف جداً كانت تبرع الجمعية شأن تجاري وزادوا التعريفة من فلسين إلى 25 فلس 11 ضعف نعم سواء الكهرباء أو الشؤون أعظام الابتحاد مقصر قام بدوره الحمد لله استفشرنا خير بتصريح الوزير الكهرباء السبوع اللي فات أننا نزلوها من 25 إلى 5 فلس يعني أنت ضعفت مرة ونص على الأقل معقول أنك تساهم مع الدولة قرار جيد من 25 إلى 5 يعني يعني نحن مثلاً عطيك بالرقم بذلك ندفع ستين ألف سنوياً رح ندفع الآن 150 لكن بالقرار السابق كان 700 ألف يعني الحمد لله أقل من 700 إلى 150 طبعاً سيؤثر على الجمعات صغيرة لكن الحمد لله جمعاتنا بعض جمعاتنا لكن أيضاً لازم يعرفون أن في النهاية سيؤثر على المستهلك لأن أنت رح ترفع تبطر ترفع الأسعار لتغطي هذا الارتفاع التاجر أو المصنع أصلاً رح يرفع لأن عليها زيادة بالضبط لما يبعنا هامشاريات لنواضح 10% أهولي رح يبع السعر رح يزاد عليه 10% كل ما يزيد الهامش رح يزيد بالضبط فالناس رح تدفع الفرق صحيح نعم أكيد دعنا نتكلم عن قرار دعم مشاريع الصغيرة في الجمعات ما رأيك فيه؟ قرار دعم مشاريع الصغيرة نعتقد لهم قانون وصندوق نعم لهم صندوق خاص نعم لهم صندوق خاص نعم لهم القرار الآن في دخولهم في الجمعيات يجب أن الجميع تستغني عن بعض أمالها وإراداتها التي تجد منها المحلات وغيرها أمال المساهمين لصالح المستثمر نعم لدعم الشباب لا يوجد أي مشكلة ما صاحب الفكرة؟ قرار الوزاري قرار الوزاري قرار الوزاري نعم نعم موافقة جميع الوزاري هل سيكون إجباري لكي تظلموا في الموضوع؟ طبعا أي قرار ينزل يكون إجباري لكن يظلموا الآن في القضاء وصلوا يكون على الأقل هناك تعديل في هذا نعم نعم اقترحنا فكرة مع الوزاري أننا نبني لهم مبنى متكامل ونضع فيها المشاريع الصغيرة مجانا لعرض نعم نعم لكن نفضل هذه الفكرة هناك مكان مميزة لكن نفضل نفضل على الطريقة التي لا زالت العدل لدينا الصورة مواضحة وزارة الأدلان الصورة مواضحة على المشاريع الصغيرة نحن إلى حد الآن يمكن أن نطلع محل واحد و حد الآن لم ننتقل من إجراءاته وصلنا ستة شهور ننتظر بشكل عام نحن نجد تصاريح للوزيرة بخصوص الجمعيات القبض على مثلا سراق في المال وبعد بعض المشاكل في بعض الجمعيات قرارات تأثر على كل الجمعيات أين شايف قرارات الوزارة رايحة هل هي فعلا في صالحكم وفعلا تحلل مشاكل الجمعيات أم لا؟ قرارات ممتازة تعيين ما أعجبك؟ قبل سنتين تعيين مراقب مالي و مراقب داري داخل الجمعية من قبل وزارة نعم نعم صحيح يعني يراقب الأمور المالية من الشيكات و تحويلات غيرها و الأمور الدارية نعم أنا أقول دام هذا الموجودين في الجمعية مفروض نطلعنا كل شيء يومي ما يطلع خطم الجمعية سيكون بدايته و ينبهون صحيح كيف تصل الجمعيات إلى مخالفات كبيرة؟ بمعناتها في خلل مخالفات مخالفات مالية فقط مالية و إدارية سواء مالية و إدارية إدارية بالتعينات وغيرها أو حتى بالأمور التسويقية يعني ممكن بعضهم عندهم شغلات متكدسة شغلات تالفة الوزارة ممكن يكون عندها جرس اندار سريع في الأمور هذه لكنهم للأسف ينتظرون و ينتظرون و ينبهون لم نصل هناك مخالفات هناك تجاوزات في الجمعيات لا نقول لا لكن هذا لا يقوم على الجمعيات كلها التي تتشوه الصورة عموم الجمعيات بالعكس هذا عمل إيجابي جدا للناس و الناس مستفيدة منه لكن يمكن في الغالات فضلت فيها الأخيرة بدأ الدور الاجتماعي وهو صلب الموضوع في الستينات و التأسسة الدور الاجتماعي إذا لم يكن هناك رحلات و لم يكن هناك عمرة و لم يكن هناك لقاءات الناس ستتفرق و أضعهم لأهل المنطقة يجتمعون مع بعض الآن الموضوع تجاري بحث تشتري مواد و تبيعها لا يوجد أمور فقط المعنى الخاصة للجمعيات التي نحن في الكويت مميزة فيها على مستوى الخليج و العديد من دول الخليج يترشون وفود أن يرون هذه التجربة و يتمنون أن ينقلونها عندهم في الوقت المعنى الخليجي و عربي على هامش المنطقة التصادي التعاوني زاروا جمعية مشرف و أبدأوا بإعجابهم كان مول مثل ما تفضل بكلامهم يقول كان مول أو مطار أنتو عندك هذا نحن نحن في الدول و حاولهم يستخدمهم من أفكار و ساعدناهم كمستوى التعاوني الحمد لله اختاروا جمعية مشرف التي كانت الأولى في 2015 سيد الرحمن آخر سؤال ماذا يريدون في الجمعية إن شاء الله ماذا يريدون علي نحن هناك شروط لا نستطيع أن نجاوزها من الوزارة أو معاوقات يمكن أن نضيف زيادة في المهرجانات و نحاول أن نضيف شغلات جديدة مثل سلات غريبة موجودة يمكن أن نضيف السنة سلة السفر هذا ما كانت فيها موات خاصة السفر ستنزل و الشباب اجتمعوا في اللجان و اشتغلوا فيها نتمنى كما قالت الوزارة تعيد النظر في بعض غراراتها بما يتناسب مع أمر الجمعية بإذن الله كل شكر لك ستاذ عبد الرحمن القديري رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية على اللقاء نتمنى إن شاء الله لكم التوفيق دائما وتحقيق الرقم الأكبر لكن أيضا نتمنى من الجمعيات الأخرى حذوا بطريقتكم وهذا النجاح كل شكر لكم شكرا و كل شكر لكم مشاهدين على المتابعات لقاكم إن شاء الله باتشر على خير و مع السلامة